نتكلم خلينا نتكلم على مدير الفني جميز خليفة شاف جميز ايه اللي ممكن يضيفه زيادة عن كابتن معتمي الجمال كانت المطالبات واضحة جدا ان تجاربنا مع المديرين الفنيين المؤقتين في نادي الزمالك او في معظم الاندالة المصرية ما بتنتهيش على خير دايما بتبقى فيه زي شهر عسل في البداية وبعد كان الامور بتصعب أيها الراجل عمل اداء يعني اداء ولا اروع في الفترة المؤقتة ممكن نقول نتائج مقبولة بس ما شفتش ان الاداء كان وراء اروع يعني ان النتائج كانت مقبولة وسبب جزء من النتائج كانت مقبولة المنافسين الزمالك في دوري المجموعات في الكونفدرالية منافسين ضعافة لسه الكونفدرالية هتبقى بعد كده انما فرق مسلمي اللي بصوار سجرادة فرق انما كابتن معتمي بدلعب في الدوري بالزبط حوالي ثلاث مباريات في الدوري فاز على فيوتشور وخسر من المصري ومباراة المصري كانت مبرمش كويسة خالص للزمالك يعني المصري هو لا تفوق اداء المنتيجة فكل اتحال كابتن معتمد على الفترة اللي قضاها بس انا ما شفتش ان الاداء كان مبر الزمالك كان واضح ان في حاجة لمدير فني اجنبي بمساعدين علشان رفع مستوى اللياقة رفع مستوى الاداء الفني فراح لجزء جميز هل هو ممكن الاختيار افضل ايو شيء؟ اعتقد ان برضو الزمالك كان محكوم بالميزانية الزمالك كانت ميزانيته المخصصة للمدير الفني الاجنبي مش عالية في مدربين مصر كانت في فترة ما قبل من فترة كان مثلا الجهاز الفني تلاقي بياخد تمانين وتسعين الف دولار في اندية الزمالك والاهلي وده الليفل اعتقد بعد ما الزمالك دفع الفلوس بتاع سبورتينج لشبونة كاملة وكراكاز كاملة نزل بالبودجت ده لرقم يقترب من النصف تقريباً فكان الاختيار منطقي لجزء جميز تعال نشوف فيديو كده لجزء جميز نوضح في نقطة ممكن الزمالك كان بيفتقدها هجومياً وهو رجل بيدور عليها في احد فيديوهات هو الرجل بيضعب باداء هجومي صح كده فترة هجومي يعني هو تولى عدد من الاندية الفيديو مجايز معينا اه في اندية خلينا نبص هنا على الكلام اللي موجود في الفيديو هو بيتكلم على ايه بقى طب واحدة رجالة طب واحدة رجالة طب ليه ناشي هي الكلام المهم اللي فيه المهم اللي فيه عشان نشرحه نرجع نرجع تاني عشان ما نشوفه ممكن نشرحه للناس كويس جداً ان هو بيطلب من لعبته ما تتحركش تبقى فتح الملعب بزيادة دي كانت مشكلة زي ماك بيواجهها في التلت الاخير تلاقي مثلاً الشيكبالي واخد اقصى الوينج ومصطفى شغلا بيواخد اقصى الوينج وما بيطلبهش الكرة في المساحة اللي ورا المدافعين هنا هو بيطلب اهو ان لو انت عايزه الكرة بيتكلم فيها مع اللاعبين كمل اللي بعدها حيقول لهم ورا المدافعين اللي هو تروح تجيب جون على طول مش تسلم عند الخط هجم المساحة ما تهجمش يعني اللاعب عنده اللي واقف جنب الخط ده لازم دي بس بتوسع الملعب لحظة بداية الهجمة انما وانس ان الهجمة بدأت وبقت الكرة في خص ملعب لازم اللاعب يتحرك لقلب الملعب وياخد المساحة دي بحيث يبقى انت عندك المهاجم وفي اتنين او تلات لاعبين بتساند المهاجم في المنطقة اللي بيجي منها جول ده اللي احنا بنشوفه مثلاً في اداء الاهلي حتلاقي دايماً بيرستاه وحسين الشحات بيستلموا الجوة والخط المين لمعلول او محمد هاني ما بيبقوش وقفين على الخط الزمالك كان بيوجد المشكلة دي لطبيعة الوينجر اللي بيلعوه في الزمالك سواء مصطفى شلبي عنده مشكلة حقيقية في الاستلام في قلب الملعب ويخش قلب الملعب غير نادراً زيزو بطبيعته ينفع يلعب القلب الملعب ويعتلى على برا الملعب انما مصطفى شلبي وشكبالة تحديداً محتاجين يغيروا من طريق طلبهم للكورة مع جوزيج وميز حسب الفيديو اللي احنا شفناه ده الرجل بيتكلم استلم لجوه الملعب الفيديو ده كان بيتكلم فيه مع لعبته ان هما لازم يتحركوا في قلب الملعب يعني هو بيعتمد على الكورات التامريلات امامية لا مستقول او لازم عادي بس التامريلات تبقى القدام متفتح ليش قلب الملعب مش اللونج بول الفونتر اللي هو الامامية وفونتر الهنا بسط لقدبان ما بيحبش نقعد نلعب المساحات بالعرض وينقل ونفتح الملعب بزيال ده كرة هجمية صرفة حنيجي بقى للصور اللي معنا والارقام اللي بتوضح يعني نكمل الفيديو عادي وا دقيقة بس كده يعني هو عايز تلاتة من الفريق ده يهجمه دايما حنكمل الفيديو حيوضح فكرة الراجل انه بيكلم دايما الوينجر بتوعه انه يخشوا لجوه الملعب عايزهم يبقوا كإن احنا معانا اتنين مهاجمين يعني المهاجم يبقى موجود معاه هنا الفيديو حيوضح لك تماما فكرة الراجل الانسايدز عنده لازم تخش جوه معاك الانسايدز ده كان بيضرر فريق ايه اللي كان بيعمل في الفيديو ده لا انا ما عرفش الفيديو ده تحديدا ده فيديو موجود لشرحه والراجل ليه تجربه يدرب حوالي 14 نادي منهم اندية في الشام الشيب في الريدنج وفي اندية في البرتغال اكتر من تجربة وفي تجربة في التعاون السعودي تجربة نكحة وفي تجربة في المريا في الدوري الاسباني اللي هو صعد المريا بعدها في نهاية السيزون بس هو المستشارة تركية الشيخ بدله بيجوتي في المرحلة البلاي اوفس فالفيديو ده يوضح لك مشكلة هتواجه وهتواجه مين في الزمالك مصطفى شعلبي تحديدا ليه مصطفى شعلبي تحديدا تعال نشوف الارقام اللي معنا اللي بتوضح شوية حاجات عن مصطفى شعلبي